حدثنا أبو النظر حدثنا داود يعني العطار عن عمرو ابن يحيى عن أبي زيد مولى فعلبة عن معقل ابن أبي معقل الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط حدثنا يحيى بن سعيد عن هشامين حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معقل ابن أبي معقل الأسدي قال أرادت أمي الحجة وكان جملها أعجف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة حدثنا عفان قال حدثنا أهيب قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن أبي زيد عن معقل ابن أبي معقل الأسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلتين بغائط أو بول حدثنا عفان حدثنا أهيب حدثنا عمرو ابن يحيى عن أبي زيد عن معقل ابن أبي معقل أنه قال يا رسول الله أن أم معقل فاتها الحج معك قال فخرجت حين فاتها الحج معك قال فلتعتمر في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة اهيب فاتها الحجور